بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن اليوم بإذن الله رح ندخل في آخر جزء مقرر لطلبة السنة الثالثة وكما قلت سابقاً يعني ناوية بإذن الله نكمل مع دروس الجسم الصلب لطلبة الماستر وإن شاء الله نبقى أو تبقى الدروس تلبي احتياج كل طالب مهتم بالمقياس إذن اليوم سوف نتعرض بشكل ملخص نوعاً ما ونحاول نبسط ما يمكن نموذج لورانس لحركة الإلكترونات الحرة في المعدن إذن نبدأ بمقارنة بسيطة بين نموذج درود ونموذج لورانس إذن نتذكر مع بعض أنه في نموذج درود كان قد اعتبر أن سرعة الإلكترونات كلها متماثلة يعني سواء كانت السرعة الحرارية أو السرعة المكتسبة السرعة الحرارية تتأثر بدرجة حرارة الوسط والسرعة المكتسبة رح تتأثر بالحقل الكهربائي إذا زدت في درجة الحرارة على الوسط رح تزيد السرعة الحرارية بنفس الشكل لجميع الإلكترونات إذا طبقت حقل الكهربائي أيضا كيف كيف السرعة المكتسبة من طرف جميع الإلكترونات سوف تكون متماثلة أما لورانس من وجهة نظره أن الإلكترونات لا تمتلك نفس السرعة يعني سرعة تكون متغيرة معناها مجموعة من الإلكترونات كما تلاحظوا في الشكل مثلا مجموعة من إلكترونات عندها سرعة لون تحى أسود مجموعة أخرى سرعة لون أحمر يعني قصدي بالشدات الأخرى لون أزرق يعني عندي اختلاف في السرعة إضافة لذلك بما أنه سرعة عبارة عن مقدار شعاعي إذن تغيرات التاحة غير محدودة وبالتالي رح تكون يعني رياضيا تمتد من نقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية طبعا هذه مستحيل يعني فيزيائيا نلقاو سرعة عزائد ما لا نهاية ولا نقص ما لا نهاية ولكن رياضيا يعني هذا بش نعبر على أنها غير محدودة يعني متغيرة وغير محدودة نديرو رح نرسم المحور تاع السرعة يمتد من نقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية والإلكترونات يعني هذه المجموعات تاع الإلكترونات رح تتوزع لسرعة تحهم في هذا المجال يعني من نقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية إذن رح تكون عندي أغلبية من الإلكترونات يعني مجموعة من الإلكترونات ليتشكل الأغلبية تشترك في سرعة نسميها مثلا السرعة الموافقة للأغلبية العظمى يعني سرعة الموافقة لأكبر احتمال مثلا كما نقوله حزب الأغلبية المحافظة يعني أغلب الإلكترونات تمتمي لذلك الحزب وكلما بتعدنا عن تلك السرعة لموافقة الأعظم احتمال كلما قل عدد الإلكترونات التي تمتلك سرعا أخرى مثلا كنقرب مثلا ما لا نهاية ولا زائد ما لا نهاية نلقى عندي سفر إلكترون يعني مستحيل نلقى إلكترون بتلك السرعة إذن هذه التوزيعة اللي راكم نشوفوا فيها في الشكل باللون الأزرق المنحنة الأزرق هذه هي التوزيعة الكلاسيكية لماكسوال بورتسمان إذن هذه التوزيعة تصف أي مقدار عشوائي يتغير بطريقة عشوائية ويكون غير محدود إذن حسب لورانس راح تتميز الإلكترونات كأي جسيمات تتميز بموضع في الفضاء الحقيقي أغ للمحاور تاعه هي الإكس والإكغاك والزات لنعرفهم تتميز بسرعتها المتغيرة كما شفنا تتميز بدالة التوزيع أو الإسكان حسب سرعتها لنوضحها في الشكل هذا الصغير هي دالة التوزيع أيضا تتميز بطاقتها طاقة تاحة هي عبارة عن 1 على 2 أم في الفي مربع الكتلة في السرعة مربع إذن كنش نشوف تغيرات الخاصة بهذه الطاقة العبارة عن طاقة باللون الأحمر تغيرات تاحة باللون الأزرق هي عبارة عن فرح من قطع مكافئ هذا من جهة وكندقق يعني في العلاقة بالطاقة يعني نقدر نعبر عن السرعة بدلات مركبات تاحة الـ V مربع هي عبارة عن VX مربع زائد VX مربع زائد VZ مربع إذن هنا المعادلة التي تحصلت عليها باللون الأحمر كنشوف هذه المعادلة هي مألوفة يعني هذه التغيرات تاحة مقدار مربع مركبات مربع زائد مركبات مربع زائد مربع زائد مربع تساوي قيمة معينة هذه هي معادلة كرة لكن الكرة نتاعي هنا مهيش في الفضاء الحقيقي تاحة Z والX والY بما أنه ما عنديش X مربع زائد Y مربع زائد زائد مربع تساوي قيمة معينة وإنما عندي السرعة إذن هذه المعادلة تاحة الكرة هي نرسمها في فضاء ما يسمى بفضاء السرعة يعني الفضاء الذي محاوره VX, VY و VZ طبعا في الواقع الفضاء إحنا لنعرفه والفضاء الحقيقي هو اللي بين يعني نشوفه هكذا بالمفهوم سعنا أما هذه الفضاءات يعني عندنا عدة فضاءات أخرى افتراضية وهي فضاءات رياضية مثل فضاء السرع ولا فضاء الطور ولا الفضاء العكسي هي كما قلت فضاءات رياضية يعني نستخدمها لتمثيل بعض المقادير الفيزيائية التي لا يمكن تمثيلها في الفضاء الحقيقي مثلا الطاقة ولا تردد إذن هنا من العلاقة اللي شفناها تعقل تساوي 1 إلى 2 M في V مربع معناها كتغير السرعة V الطاقة أيضا سوف تتغير ومع كل قيمة للطاقة رح نتحصل على معادلة كرة في فضاء السرعة طبعا مثلا هنا إذا كانت القيمة طويلة السرعة مثلا V1 احتكون الطاقة الموافقة لها هي E1 احترسمني معادلة ولا كرة في الفضاء السرعة اللي هي كتشوفوها باللون الأزرق كنغير في السرعة وتلحق القيمة مثلا طويلةها V2 رح تعطيني طاقة E2 أيضا هذهك رح ترسم لي كرة ثانية E3 كرة ثالثة وهكذا إذن هنا في الفضاء تاع السرعة تمثيل تاع الطاقة يعطيني مجموعة من الكرات إذن في السطح تاع كل كرة ما هي الميزة تاع سطح كل كرة يتميز بأنه يحتوي على الإلكترونات التي تمتلك نفس الطاقة E أو عندها نفس طويلة السرعة V مفروق منها هذه باينة بيسك أنا أصلا ثبت الطاقة مدم ثبت السرعة وحسبت منها الطاقة معناها الإلكترونات اللي رح نلقاها في السطح الذي تحصلت عليه رح تكون تمتلك نفس طويلة السرعة ونفس الطاقة لذلك يسمى هذا السطح بسطح ثبوت الطاقة يعني كن ندير عملية مسح على مستواه رح نلقى باللي الطاقة على الإلكترونات لن تتغير إذن هذه من جهة وهذه الكورات أيضا تصف التوزيع ما يسمى فيما بعد يعني إحنا تعرفوا عليها بما يسمى بكثافة توزيع كثافة الحالات الإلكترونية إذن هذا من ناحية عفوا ومن ناحية أخرى بما أنه الطاقة على الإلكترونات قلنا متعلقة بالسرعة إذن دالة التوزيع اللي تكلمنا عليها قبل قادر نعبر عليها إما بدلالة السرعة أو بدلالة الطاقة إذن كان هذا كيف نقوله إحنا تبسيط يعني وصف مبسط لنموذج لورانس والآن رح ندخل في العلاقات الرياضية إذن قلنا بالنموذج لورانس دخلت استعمل تصحيح على نظرية درود إفترض أن الإلكترونات لا تمتلك نفس السرعة الحرارية التي اعتمدها درود وإنما تخضع لتوزيعة إحصائية هي توزيعة الكلاسيكية لمكسويل بولتزمان وتعطى إذن توزيعة مكسويل بولتزمان بدلالة الطاقة تعطى بالعلاقة هذه العلاقة الأولى باللون الأحمر إذن عندي F0 لE تساوي إلى آن على V في الآن على 2P KBT وثلاثة على 2 إكسبونسيال نقص U على KBT إذن الآن هذه الكبيرة هي العدد تلك الإلكترونات في المعدن والV الكبيرة هو الحجم تلك الإلكترونات إذن آن كبير على V هي تركيز الإلكترونات الحرة في المعدن الآن هي كتة الإلكترونات KBT هايبانا ثابت عبر تسمان ودرجة الحرارة الإكسبونسيال والU هي طاقة هي طاقة متغيرة للإلكترونات إذن هذه دلالة التوزيع بدلالة الطاقة حسب مكسويل بورتزمان الكلاسيكي أو بدلالة السرعة هي العلاقة باللون الأزرق إذن مجرد فقط تعويض نبدل نعوض الأو في الإكسبونسيال بالعبارة التاحة وهي 1 إلى 2 آن في الفي مربع إذن هذه دلالة التوزيع ولا إحتمالية الإسكان إذن هي تمثل إحتمالية امتلاك الإلكترون لطاقة أ أو سرعة V حيث تكون هذه الطاقة متغيرة وغير متماثلة بخلاف نموذج الدرود إذن كما قلنا سابقا تمثل العلاقة 1 إلى 2 آن في مربع هي العلاقة تعطاقة بدلالة السرعة في فضاء السرعة ليقولنا المحاور تاعه هي Vx, Vy, Vz معادلة كرة سطحها يسمى بسطح تساوي الطاقة أو سطح ثبوت الطاقة والمعادلة التاحة هي المعادلة هذه باللون الأحمر 2 أعلى آن تساوي إلى Vx مربع زائد Vy مربع زائد Vz مربع إذن على سطحها على سطح ثبوت الطاقة نتمكن من تحديد كثافة الإلكترونات آن كبيرة بدلالة V ذات السرعة V معناها رح نحدد كثافة الإلكترونات التي تمتلك نفس الطاقة أو نفس طويلة السرعة إذن هذه الإلكترونات أين أجدها؟ نجدها في السطح تاع الكرة والسطح تاع الكرة المساحة نتاعه هو كم تساوي؟ تساوي إلى ربع P في مربع دي V إذن هذه الكثافة نلقاها في السطح والتركيز على الإلكترونات في الحجم العنصري ويش نقصد به الحجم العنصري؟ هو المساحة على السطح التي تكلمنا عليها لفيها الكثافة مضروبة في السمك في سمك والارتفاع العنصري للمزنال وفي الشكل بالرمز دي V إذن هناك الكثافة على السطح في حين أنه التركيز على الإلكترونات في الحجم العنصري نرمزه بالرمز دي أن صغيرة في ال V ماذا رح يساوي؟ رح يساوي إلى الكثافة على الإلكترونات هذه أن دي V مضروبة في السمك أو الارتفاع دي V إذن عدد أو التركيز في حجم عنصري الكثافة في السطح والتركيز أو العدد في الحجم العنصري إذن عبارة تاعة وش رح تساوي؟ رح نعوض هنا إذن نقلنا تساوي إلى دالة التوزيع يعني احتمالية الإسكان أصلا بالإلكترونات اللي تعرفنا للعبارة التاعة اللي هي F0 اللي تحدثنا عليها قبل بتاعة ماكسول بولتزمان نضربها في الحجم تاعل الإكليل هذا إذن احتمالية الإسكان مضربة في الحجم تاعل المساحة ولا الحجم تاعل الحجم العنصري اللي حنا نحدد فيه العدد تاعل الإلكترونات بشغل الأماكن الطاقية المتوفرة إذن راح نعوض لهنا F0LV هاي العبارة تاعة اللي كتبناها قبل NM Exponential مضربة في المساحة اللي هي ربعة PV مربع DV إذن هذا العدد مش أحي مدد هو تركيز الإلكترونات في الحجم العنصري اللي الحجم بتاعه هو ربعة PV مربع DV إذن من عدد أو تركيز الإلكترونات في الحجم العنصري للإكليل اللي هو ربعة PV مربع DV يمكن استنتاج كثافة الإلكترونات ما تسمى بكثافة الإلكترونات لوحدة السرعة كثافة لوحدة السرعة إذن وش ندير نهز العدد اللي لقيته في الحجم متاع العنصري ونقسمه على الارتفاع على DV ولا بمعنى آخر أنا نشتق في تركيز الإلكترونات بدلالة السرعة بالنسبة للسرعة هنا رح نحدد كثافة الإلكترونات لوحدة السرعة أو لوحدة الطاقة لأن السرعة عندها علاقة بالطاقة إذن يعني وبعد ذلك يعني كنهز هذه الكثافة آن كبيرة لي في ونقسمها على بتي آن على آن صغيرة لهي التركيز الكلي للإلكترونات في المعدن نتحصل على ما يسمى بإحتمالية الإسكان بالإلكترونات وين هذه الإحتمالية الإسكان على الإلكترونات في الحجم العنصري تاع الإكليل إذن ونرمزولها هنا بالرمز بي لي في إذن آف زيرو لي في اللي تكلمنا عليها قبل هي احتمالية الإسكان على المجال تاع السرعة ككل وهذه هي احتمالية الإسكان في الحجم تاع الإكليل في الحجم العنصري للإكليل العبارة تاحة كما كنت شاهده تسوي إلى آم على ثنين بي كابي تي وثلاثة على ثنين إكسبونونسيا نقص آم بي مربع على ثنين كابي تي مضروبة في ربعة بي بي مربع إذن من خلال كنرسم المنحنة تاع هذا الاحتمال نتمكن من تحديد ثلاث سرع مميزة عندنا السرعة الأولى هي سرعة الغالبية العظمى أو هي السرعة الموافقة للاحتمال الأعظمي إذن هذه بينة من أسما كيفاش نتحصل عليها نهزل عبارة تاعتها الاحتمال بي دو في ونشتقها بالنسبة لفي ونسويها للسفر إذن ينعى يفوت باحتمال بالقيمة العظمى نلقاها من أجل السرعة ما تسمى بسرعة في آن السرعة الثانية هي السرعة المتوسطة وعبارتها يعني تحسب من هذا التكامل المعروف إذن هذه القيمة تاعتها في نضربها في الاحتمال بي دو في ونكامل على دي في من سفر المالة نهاية والسرعة الثالثة المميزة هي ما تسمى بالسرعة الفعالة إذن هنا رح نحسب في الأخرى قيمة المتوسطة هنا رح نحسب متوسط مربع السرعة إذن V مربع وش هتساوي هي تكامل من سفر المالة نهاية في V مربع P2V DV وطبعا نجذرها مباعد بيش نلقى قيمة السرعة الفعالة ونتوصل نتحصل في الأخير إلى هذه التوزيع يعني من التوزيع تعبيد V تمثيل بياني لها مختلف السرعة الثلاثة تكلمت عليهم V M والقيمة المتوسطة للسرعة وال V Effective إذن نكون بذلك قد أنهينا الجزء المخصص للحصة اليوم إذن نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الملتقى في الحصة المقبلة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر